سلام عليكم بنات شلوكم شغباركم ان شاء الله كلكم تكونون بخير و بصحة و بسلامة وياكم ايمان من قناة ايميلي فن الكروشي اليوم ان شاء الله بهاي جزء جزء ثاني راح نشتغول القدم البيبي تمام بنات؟ على مد نشتغل القدم البيبي راح نحتاج خيطين لون الكريم اللي هي لون البشرة واللون الابيض اللي هي لون الجوارب جوارب البيبي تمام بنات؟ فقط هاي الختن راح نستعملها للقدم واكيد بنات نحتاج للقطن والسنارة مالتنا سنارة رقم ثلاثة وهمينة راح نحتاج اوبرة عفوا للعلامة وهمينة راح نحتاج اوبرة التنظيف هاي كل الشغلات اللي نحتاجها هسا راح نبدي بيها ان شاء الله اول شي بنات راح اجيب الخيط الابيض حتى نشتغل جوارب البيبي لان احنا القدم راح نبتدي من الجوارب يعني من جوه نبتديها وراها نبدي باللون الكريم اول شي بنات اجيب السنارة مالتي اللي هي رقم ثلاثة اشتغل عقدة البداية شوفوا هاي عقدة البداية من بعد عقدة البداية بنات ارتفع عشر سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اشتغلت عشر سلاسل السلسلة العشرة الاخيرة ما راح اشتغل بيها راح اتركها بسلسلة التاسعة اللي هاي تمام مباشرة ادخل السنارة بيها واسحب الخيض واشتغل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس واللي بعدها اشتغل حشو وراح اشتغل احسبها ثمان حشوات اشتغل يعني هاي واحد واللي بعدها اثنين وهاي ثلاثة وهاي اربعة خمسة ستة سبعة وهاي ثمانية تمام بنا من بعد ما اشتغلت عشر سلاسل عفت السلسلة الاخيرة واشتغلت ثمان حشوات وربعة تمام السلسلة الاخيرة هاي الحلقة الاخيرة راح اشتغل بيها بنا ثلاث حشوات بنفس المكان شوفوا بنات هاي اول حشو وهاي ثاني حشو وهاي ثلاث حشو ثلاث حشوات بنات بنفس المكان وراها ارجع من هاي الطرف بنات اشتغل سبع حشوات وفتمر اخذ هاي الخطويا حتى انظفها شوفوا هاي واحد ثلاث حشوات وهي اثنين هاي ثلاثة اربعة خمسة ستة وهاي سبعة تمام بنات اشتغلت سبع حشوات وربعة الأخيرة بنات هاي الحشو الأخيرة رح نضيف عليها حشوتين من البداية مشتغلين حشو بنفس المكان رح أضيف عليها بعد حشوتين حتى يكتمل عندي تكون ثلاث حشوات بنفس المكان شوفوا هاي واحد وهاي اثنين بنفس المكان وكتملت عندي من هاي الطرف عندي ثلاث حشوات بنفس المكان ومن هاي الطرف عندي ثلاث حشوات بنفس المكان والسبع حشوات من جهة الأمامية والسبع حشوات من هاي الجهة يعني خلي نقول الجهة الخلفية تمام بنا هسا أدخل سنارتي بأول حشو أسحب الخيد بنات شوفوه واشتغل مباشرة على شكل حلزوني بدون ما أسوي المنزلقة هسا بهاي المرحلة راح أجيب العلامة مالتي وأخليها حتى بعد ما نخربت بالسطور بعد ما خليت العلامة بنات بنفس المكان هسا هنا اشتغلنا حشو هاي يعتبر عندي أول حشو بالسطر الثاني تمام ورح أضيف عليها بعد حشو يعني أول شي بالسطر الثاني راح نبتدي بالتزايد وراء التزايد بنات راح أشتغل سبع حشوات فردية شوفو هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة خمسة ستة سبعة تمام من بعد التزايد أول تزايد اللي سويتها ارتفعت سبع اشتغلت سبع حشوات وربعة هسا اجينا للمنكان اللي اشتغلنا بيها ثلاث سلاسل ثلاث حشوات بنفس المكان هنا بنات هاي ثلاثة حشوات راح أسويهم تزايد يعني ثلاثة تصغير ستة تمام؟ حزبوها ويايا شوفو هاي حشو وبنفس المكان بعد حشو يعني هاي أول تزايد تمام بنات؟ وهاي ثاني تزايد هاي شوتينا بنفس المكان وهاي ثالث تزايد من بعد هاي ثلاثة تزايدات بنات راح أرجع أشتغل سبع حشوات من هاي الطرف شوفو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة من بعد التزايدات بنات اشتغلت سبع غرزات حشو ويبقى لي حشوتين شوفو واحد اثنين هاي الحشوتين همين اثنينها ترى حنسوي بها تزايد شوفو هاي أول تزايد بنات وهاي ثاني تزايد أوخر العلامة وبسطر الثاني بنات مكان العلامة عفوا بسطر الثالث مكان العلامة أشتغل حشو واحدة وارجع العلامة واللي بصفها بنات أسوي بها تزايد يعني مكان العلامة نشتغل غرزة حشو واحدة بس واللي بصفها تزايد واحد اثنين وراها بنات رح نرجع نشتغل ثمان حشوات وربعة حشوات ثابتة يعني فردية شوفو هاي واحد هاي اثنين عفوا هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة سبعة أفوا سبعة وهاي ثمانية شوفو بنات أول شي اشتغلنا حشو من بعدها سوينا تزايد ومن بعدها اشتغلنا ثمان حشوات هسا بنات من بعد ثمان حشوات رح أسوي تزايد تزايد قرزتين بنفس المكان تمام من بعد التزايد أشتغل قرزة حشو وحدة من بعدها بنات همين أسوي تزايد قرزتين بنفس المكان وراها قرزة حشو وحدة وراها تزايد قرزتين بنفس المكان يعني اشتغلت ثلاثة تزايدات ما بين هاي تزايد وهاي تزايد قرزتين حشو فردية يعني شوفو تزايد حشو تزايد حشو تزايد اتمنى يكون واضح وراها بنات أرجع اشتغل ثمان حشوات شوفو هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اشتغلت ثمان غرزات حشو هسا بنات يبقى لي ثلاث حشوات هاي من بعد ثمان حشوات اللي اشتغلتها هنا تزايد تمام واللي بعتها حشو واحدة واخر غرزة راح نسوي بها تزايد هاي هنا اشتغلنا اه قدم البيبي من جوا خلينا نقول القاعدة مالتا اشتغلناها على لون ابياء حتى تكون جواري بهمينة هسا بنات غخر العلامة مالتي وهنا بنات راح نشتغل حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص اشتغل حشوات ثابتة اشتغل حشوات ثابتة اكملها كلها وارجعلكم يا بنات انا كملت سطر من الحشوات الثابتة ادنا حاليا 32 غرزة حشو هسا اوخر العلامة بنات وكان العلامة اشتغل حشو وارجعها هسا هنا بنات راح نشتغل ادعش غرزة حشو يعني شوفوا هاي واحد واللي بعدها اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة ادعش اشتغلت ادعش غرزة حشو واربعة هسا هنا بنات منطقة القدم من الامام راح نشتغل اربع تناقصات واربعة شوفوا اخذتك من الطرفين اسحبها واشتغل تناقص هاي اول تناقص وهاي ثاني تناقص وهاي ثالث تناقص وهاي رابع تناقص تمام بنات اول شي اشتغلنا ادعش غرزة حشو وراها اشتغلنا اربع تناقصات وربعة شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة وهسا يبقى لي تلتعش غرزة حشو راح اشتغلها حشوات فردية واحد اثنين ثلاثة انتو كملوها اشتغلوها لازم يبقى تلتعش غرزة حشو انا اكملها وارجعلكم ايه بنات انا اكملتها هسا اوخر العلامة ماتي وهنا بنات راح نشتغل حشو وارجعها راح نشتغل تسع غرزات حشو وربعة يعني هاي مكانة ان العلامة هاي اول حشو وراها هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة اشتغلت تسع غرزات حشو من البداية هسا بنات هنا راح همينا نشتغل اربع تناقصات وربعة شوفو اخذتك من الطرفين اسحب الخيط واشتغل هاي تناقص المخفية هاي اول تناقص بنات اوخر هاي وراها بنات هاي ثاني تناقص ثالث تناقص وهاي رابع تناقص وهمينا اشتغل تسع حشوات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ويبقى لي حشوتين بنات ورا تسعة يبقى لي حشوتين هاي الحشوتين همينا نسوي بيها تناقص اخذ اثنيناتهم سوا واشتغلهم تناقص المخفية يا بنات هسا اجي مكان العلامة واشتغل تناقص تمام مكان العلامة واللي بصفة اسويها تناقص اسحب الخيط من اثنيناتها واشتغل تناقص المخفية ورجع العلامة ماتي بنات من بعد هاي التناقص اشتغل خمس غرزات حشو شوفوا هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة من بعد هاي بنات نسوي التناقص هاي اول تناقص وهاي ثاني تناقص وهاي ثالث تناقص بنات وهاي رابع تناقص تمام اول شي اشتغلنا تناقص من مكان العلامة وراها اشتغلنا خمس غرزات حشو وراها اشتغلنا اربع تناقصات وربعة شوفوا شلون صارت هاي سا بنات نشتغل ست غرزات حشو ورا التناقص هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة عفوا اه ما اشتغل ستة اشتغل خمس غرزات اعتذر وراها بنات اجي اشتغل تناقص تمام مكان العلامة بنات اوخرها اشتغل غرزة حشو وحنا بنات راح اشتغل اثمان غرزات حشو راح احسبها هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية من بعد ثمانية بنات راح اشتغل تناقص واحد بس تمام وارجع اشتغل بقيت هاي الغرزات اللي عندي حشوات ثابتة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهاي سبعة تمام بنات يعني بهاي سطرة شنو سوينا بنات ثمان حشوات وتناقص واحد وسبع حشوات هسا واخر العلامة مالتي وهنا بنات راح نشتغل حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص نشتغل فيه كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس حاليا عدنا 16 غرزة حشو راح اشتغلها حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص انا اكملها كلها وارجع لكم ايه بنات انا اكملت سطر من الحشو ثابت هسا واخر العلامة مالتي وهنا بنات راح نشتغل سبع حشوات وربعة يعني مكان العلامة هاي واحد وهاي اثنين بعدها ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة من بعد السبعة بنات نسوي تزايد وغرزتين بنفس المكان وراها بنات ارجع اشتغل ثمانة غرزات حشو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تمام بنات بهاي سطر شنو سوينا سبع حشوات تزايد وثمان حشوات تمام بنات هس هنا لازم نبدل الخيط بنات اجيب خيط لون الكريم تمام يعني لون البشرة شوفوا القدم نجيب خيط الكريم هاي اخر غرزة بنات افتحها شوفوا اشتغل الحشو مالتي لكن ما اسحب خيط الابيض راح راح اسحب خيط الكريم تمام شوفوا من ورا بنات اجي اربط هاي الخيطين ويبعها حتى تكون ثابتة متن فتح بعد اربطها مرتين ثلاثة وراها بنات هس اترك هاي الخيط الابيض اوخر العلامة مالتي واشتغل بالخيط الكريم تمام شنو اسوي بنات راح اشتغل فقط في حلقة الخلفية تمام شوفوا ادنا حلقتين مالت الحشو احنا فقط نسحب الحلقة من جو الحلقة الخلفية تمام اسحب الخيط واشتغل غرزة حشو ارجع العلامة مالتي عفوا هنا بنات راح نشتغل حشوات ثابتة لكن في الحلقة الخلفية تمام فو كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو واحدة بس الى نهاية السطر بنات انا اشتغلها كلها حشوات ثابتة لكن لا تنسوا البنات بالحلقة الخلفية تمام انا اكملها وارجع لكم ايه بنات اشتغلت حشوات ثابتة بالحلقة الخلفية مثل ما قلت لكم هسه هنا بنات راح نقص الخيط الابيض خلص بعد ما نحتاجها تمام هاي الخيط خلصنا منها راح نشتغل بعد باللون الكريم لان احنا قسمة جواريب يعني قسمة جوراب شوفوا هذا خلصناها هسه راح نبدي باللون الكريم حتى نطلع شكل القدم تمام اواخر العلامة ماتي وهنا بنات راح نشتغل نشتغلها بالحلقتين بعد ما نشتغل بالحلقة الخلفية تمام اسحب الخيط واشتغل قرصة حشو من بعدها بنات ارجع العلامة وهنا بنات راح اشتغل هذول الخيط ادخلها الجوان وهنا راح اشتغل ثمان قرصات حشو وربعة يعني شوفوا هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهاي ثمانية تمام اشتغلت ثمان قرصات حشو من مكان العلامة لهنا هسه من بعد الثمان حشوات يعني بالقرصة التاسعة اسوي تزايد قرصتين بنفس المكان وراها يبقى ثمان قرصات حشو اشتغلها فردية شوفوا هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة افوان ستة سبعة افوان يبقى لي سبع قرصات حشو تمام بنات يعني ثمان حشوات شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وتزايد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمام بنات اوخر العلامة ماتي هسه هنا بنات عندي ستة عشر لا افوان لحظة احسبها حتى نتأكد ويا بعض شوفوا هاي واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة اداش اثناش تبتاش اربعتاش امستاش ستتاش سبعتاش ادنا سبعتاش غرزة حشو راح نشتغلها حشوات فردية بدون تزايد وبدون تناقص شوفوا هاي واحد هاي اثنين فكل غرزة حشو بنات اشتغل غرزة حشو واحد بس وإلى نهاية السطر بنات اكمل ها كلها وارجع لكم بنات اشتغلت حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص هسا اوخر العلامة ماتي وهنا بنات راح اشتغل تسع حشوات وربعة هاي واحد هاي اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية تسعة من بعد تسعة بنات اشتغل تزايد يعني بالغرزة العاشرة اسوي تزايد ومن بعد هبنات همين اسوي تزايد يعني تزايدين وراء بعض تمام ويبقى لي شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة تمام بنات وحاليا صار عدنا 19 غرزة حشو راح نشتغلها حشوات فردية حشوات ثابتة فكل غرزة حشو اشتغل غرزة حشو واحدة بس احسبها لازم تكون عندي بهاي المرحلة 19 غرزة حشو اني اكملها الى نهاية سطر وارجع لكم ايه بنات انا اكملت سطر من حشوات ثابتة هسا واخر على ماماتي وهنا بنات راح اشتغل عشر حشوات شوفوا هاي واحد واللي بعدها اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اشتغلت عشر حشوات ثابتة عفوا هاي انفتحت عشر حشوات ثابتة من بعد العشرة بنات يعني بالغرزة لدعش اسوي تزايد وراها يبقى لي ثمان حشوات اشتغلها فردية شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهاي ثمانية تمام بنات حاليا عدنا تسعتاش غرزة حشو راح اشتغلها حشوات فردية بدون تزايد وبدون تناقص اشتغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس حشوات ثابتة اكملها بنات وارجع لكم بنات اي بنات اي بنات اني كملت هاي سطر من الحشو الثابت هس اوخر على مماتي وهنا بنات راح نشتغل اي داعش حشو شوفوا هاي واحد اثنين ثلاثة حشوات اشتغل هفر دية شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهاي ثمانة تمام بنات حاليا صار ادي واحد وعشرين غرزة حشو هسب هاي سطر او اخرى العلامة بنشتغل حشوات ثابتة فوق كل غرزة حشو اشتغل غرزة حشو وحدة بس عندي واحد وعشرين غرزة حشو اشتغل حشوات ثابتة اكملها الى نهاية السطر بنات وارجع لكم اي بنات اني كملت السطر من الحشوات الثابتة هس اخرى على ممالتي وهنا بنات راح نشتغل اثناش غرزة حشو هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اذاعش اثناش اشتغلت اثناش غرزة حشو ثابت بالغرزة تلتعش بنات اسويتها زايد غرزتين بنفس المكان وراها يبقى لثمان حشوات اشتغلها فردية هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهاي ثمانية تمام بنات كملناها هايزة بنات من اشتغل سطر من الحشو الثابت مباشرة اخرى العلامة برزة اللي مكان العلامة واللي بصفها بنات اسويها التناقص اخذ اثنين تسوية واشتغلها التناقص المخفية ارجع العلامة بنات واللي بصفها همنا اسوي التناقص تمام بنات يعني مكان العلامة واللي بعدها اشتغلنا التناقص وراها بنات اشتغل ثمان حشوات شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تمام بنات من بعد التناقصين اشتغل ثمان حشوات وراها بنات اسوي تزايد بالغرزة التاسعة اشتغل حشوتين بنفس المكان والغرزة اللي بعدها همنا اسوي تزايد تمام بنات ويبقى لي ثمان حشوات اشتغلها فردية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية اوخر العلامة همنا هنا بنات اسوي تناقص شوفوا اخذتك من الطرفين اسحبها واشتغل تناقص هاي اول تناقص ومن بعدها من التناقص بنات اسحب الخيط واشتغل تناقص هاي ثاني تناقص بنات واشتغل ثمان حشوات هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية من بعد من بعد الغمانية بالغرزة التاسعة بنات اشتغل تزايد واللي بعدها همنا تزايد ويبقى لي ثمان حشوات اشتغلها فردية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وهاي ثمانية تمام بنات احنا شو نسوينا بهاي سطر همينا تكرار تناقصين ثمان حشوات وتزايدين وثمان حشوات الاخرى لعلامة بنات هسا من بعد هاي راح نشتغل حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص نشتغل فاكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس الى نهاية السطر انا اكملها كلها بنات وارجع لكم يا بنات انا كملت سطر من الحشو الثابت كان عندي اثنين وعشرين غرزات حشو نسيت اقوله لكم هسا اخرى العلامة بنات مكان العلامة اسوي بها حشو واحد وارجعها وسوي بها بعد حشو يعني مكان العلامة بنات سويت بها تزايد تمام والغرزة اللي بعد العلامة همنها تزايد يعني سويت تزايد اول تزايد مكان العلامة واللي بعدها همنها تزايد وراها بنات ارجع اشتغل ثمان غرزات حشو شوفوا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية من بعد التزايدين اشتغل ثمان غرزات حشو احنا بنات وراه ثمان حشوات اسوي تناقص هاي اول تناقص ومن بعدها بنات همين التناقص هاي ثاني تناقص حتى هاي ينطني مكان شوفوا هاي يبرد لي مكان القدم هاي مكانها ويبقى لي ثمان حشوات اشتغلها الفردية واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تمام بنات احنا كمل نهاي سطر اسحب الخيط شوية اجي اخلي بها قطن قبل ما نرتفع بعد بالسطور لان بعدين راح تصير صعبة نجي نخلي بها قطن بنات انا اخلي بها قطن اترس هاي المنطقة شوفوا باصبعي هاي مكان البداية كل المكان بنات اترس هزين قطن وارجع لكم حتى ما اطول بالفيديو ابنات انا خليت بها قطن شوفوا هاي المنطقة تطرست هزين حتى ما تكون فارغة هسا نرجع للشغل بنات هنا مكان العلامة بنات اشتغل حشو ارجع العلامة واضيف عليها بعد حشو يعني مكان العلامة بنات سوي التزايد من بعدها بنات الغرزة اللي بعدها همينا سوي التزايد تمام هاي ثاني تزايد هاي ثالث تزايد واللي بعدها همينا تزايد هاي رابع تزايد يعني احنا اشتغلنا اربع تزايدات وربعة ويبقى لبنات منا لمكان العلامة يبقى لي 18 غرزة حشو وراح اشتغلها حشوات ثابتة بدون تزايد وبدون تناقص لكن حزبها من ورا اربع تزايدات لازم يبقانا 18 غرزة حشو انا اشتغلها 18 غرزة حشو ثابت وارجع لكم يا بنات اني كملتها وصلت للعلامة هس اواخر العلامة بنات مكان العلامة اشتغل غرزة حشو واحد وارجعها وهنا بنات راح احسب اشتغل ثلاث حشوات وربع عض يعني مكان العلامة هاي اول حشو واللي بعدها هاي اثنين واللي وراها هاي ثلاثة اشتغلت ثلاث حشوات مو بنفس المكان وربع عض يعني تمام بنات لكن بالغرزة الرابعة اسوي تزايد تمام واللي غرزة الخامسة بنات اللي بعدها همينا تزايد تمام يعني اشتغلنا ثلاث حشوات تزايد وتزايد وراها بنات ارجع اشتغل عشر حشوات هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة تمام بنات من بعد التزايدين اشتغلت عشر غرزات حشو وراها بنات اجي اسوي تناقص شوفو اخدتك من الطرفين اسحب الخيط واشتغل تناقص المخفية هاي اول تناقص واللي بعدها بنات همينا تناقص يعني هاي ثاني تناقص وربعة ويبقى لي سبعة غرزات حشو شوفو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة وهاي سبعة تمام بنات خليني اذكركم شنو سوينا بهاي سطر اشتغلنا ثلاث حشوات وتزايد وبعدها تزايد وعشر حشوات بنات وتناقص وتناقص وسبع حشوات تمام بنات شوفو شنو شلون صار القدم انطاني ما كان شوفو هس هنا بنات نرجع للشغل هنا اخر العلامة مالتي وراح اشتغل سطرين من الحشوات الثابتة بنات بدون تزايد وبدون تناقص سطرين فوق كل غرزة حشو نشتغل غرزة حشو واحدة بس انا اكمل بنات سطرين وارجع لكم ايه بنات انا نكمل سطرين من الحشوات الثابتة 26 غرزة حشو احنا حاليا عدنا اخر العلامة بنات هس هنا بنات راح نشتغل حشو هاي اول حشو راح نحسبها لازم نشتغل 18 غرزة حشو يعني شوفو هاي واحد من بعدها اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اذا عش اثنائش تلتعاش اربعة عش خمسة عش ستعاش سبعة عش وثمنتعش تمام بنات اشتغلنا من البداية لهنا 18 غرزة حشو ثابت بالغرزة تسعة عش بنات اسوي تزايد تمام بنات ويبقى لي سبع حشوات اشتغلها فردية شوفو هاي واحد هاي اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة ستة سبعة حاليا صار عندي سبعة وشرين غرزة حشو اواخر العلامة وراح نشتغل سطر من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص انا اكمل سطر من حشو الثابت وارجع لكم بنات انا اكملت سطر مثل ما قلت لكم من الحشوات الثابتة لكن هي سطرين انا اعتذر منكم راح همينا نشتغل سطر من الحشوات الثابتة عدنا سبعة وعشرين غرزة حشو راح اكررها لمدة سطر بعد يعني هاي سطر اللي قلت لكم نشتغلها وهسا راح نرجع اشتغل بعد سطر يعني سطرين من الحشوات الثابتة تمام بنات انا اكمل بعد هاي سطر وارجع لكم واني اعتذر لاني سيت اقول لكم نشتغل سطرين يا بنات انا اكملت بعد سطر من الحشوات الثابتة يعني المجموع اشتغلت سطرين من الحشوات الثابتة هسا واخر العلامة مالتي وهنا بنات راح نشتغل تسعة عشر غرزة حشو ورا بعض تمام يعني هاي أول حش ومكان العلامة نحسبها هاي واحد وراها ثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشرة إداعش أثنى عشر تلتعاش أربعة عشر خمسة عش ستة عش سبعة عش تمنة عش تسعة عش تمام بنات اشتغلنا من البداية لهنا للوسط تسعة عش غرزة حشو من بعد التسعة عش يعني بالغرزة العشرين بنات أسوي تزايد غرزتين بنفس المكان من بعد التزايد بنات يبقى لي سبع حشوات أشتغلها الفردية شوفوا هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة أربعة خمسة ستة وهاي سبعة الأخيرة تمام بنات يعني هس المجموع صار عدنا ثمانية وعشرين غرزة حشو شوفوا هنا مكان الكوخ يعني الرقب ما أعرف شاسم ما يجي عليه ثاني الرقبة لا أعتذر لكن هسا بنات احنا كملنا هنا وهسا راح نطلع مكان الفغد البيبي شوفوا أنا أكمل هنا هسا حاليا أدنا 28 غرزة حشو مثل ما قلت لكم راح نشتغل همين سطرين مو سطر واحد وإنما سطرين من الحشوات الثابتة بدون تزايد وبدون تناقص أكمل سطرين فوق كل غرزة حشو غرزة حشو واحدة بس إيه بنات أنا كملت سطرين من الحشوات الثابتة هسا أوخر العلامة مالتي وهنا بنات أشتغل مكان العلامة وارجعها ومن مكان العلامة راح أحسبها أشتغل خمس حشوات يعني شوف هاي واحد واللي بعدها اثنين وراها ثلاثة اربعة وهاي خمسة تمام اشتغلت خمس غرزات حشو بنات ومن بعد الخمس غرزات حشو أسوي تناقص همينة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة والتناقص وإلى نهاية السطر على هالشكل خمس حشوات والتناقص خمس خحشوات والتناقص أنا أكملها بنات وارجع لكم كملتها بنات خمس حشوات والتناقص خمس حشوات والتناقص حاليا عندي 24 غرزة حشو هسا أخرى على ممالتي وهنا بنات بهاي السطر راح أشتغل فكل غرزة حشو غرزة حشو وحدة بس 24 غرزة حشو أشتغلها حشوات ثابتة أكملها وارجع لكم يا بنات أنا كملت الحشوات الثابتة هسا أخرى على ممالتي وهنا أشتغل حشو واحد وارجعها واللي بعدها بنات همينة أشتغل حشو يعني أشتغلت حشوتين وراها بنات بغرزة الثالثة والرابعة أسويهم تناقص همينة بنات واحد حشو وهاي ثاني حشو فرديا الثالث والرابع تناقص وإلى نهاية السطر على هالشكل حشوتين وتناقص حشوتين وتناقص أكملها كلها بنات وارجع لكم يا بنات أنا كملتها حشوتين وتناقص هسا شوي أسحب الخيط بهاي المرحلة بنات أخلي بها قطن لأن راح نسد القدم قلاز حتى ما تكون صعبة علينا هاي المنطقة بنات ترسوها زين ما تكون فارغة دير بالكم لأن إذا تكون فارغة ما توقف حلو شوفوا لازم تكون متروسة هاي المنطقة وراها بنات الفخت من وراه همينا ترسوها جيد مهم من شغل بنات وعدد الغرزات وطريقة القطن يعني الحشو همينا كلش مهم لازم ما تكون فارغة ولا تكون متروسة يعني تكون مثل الحجار شوفوا بنات القدم صار واضح عدنا شكل هسا نرجع للشغل بنات بهاي سطر بنات اشتغل حشو واحد شوفوا هاي مكان العلامة حشو واحد وراها بنات اسوي تناقص من بعد الحشو اسوي تناقص همينا حشو والتناقص الى نهاية سطر بنات انا اكملها كلها وارجع لكم اهنا بنات انا اكملت حشو تناقص اسحب الخيط شوية همينا بنات اجيب قطن لان خلاص راح اسدها هاي يبقى لي سطر واحد واسد الغرز كلها اهنا بنات هاي المنطقة اه لترسوها هوايا شوفوا اهنا اه تبقى شوية فارغة هاي المنطقة ترسوها جزين لكن اهنا شوفوا اه خلوها شوية فارغة لان حتى اه الدقمان خيطها وحرية القدم اه تجي وتروح تمام بنات خلاص اهنا بنات واخر العلامة ماتي وهنا بنات اشتغل ست تناقصات وربعة شوفوا هاي اول تناقص ما يحتاج للعلامة بنات هاي ثاني تناقص وهاي ثالث تناقص رابع تناقص خامس تناقص وهاي ثالث تناقص خلاص تمام بنات بالغرزة اللي بصفها شوفوا هاي اسحب الخيط وسوي منزلقة وارتفع سلسلة مجرد الارتفاع اقص الخيط بنات اقص على مسافة مطويلة لان هنا بنات ماكو خياط اجيب الابرة التنظيف مالتي هسا بنات من بعد ما سويت منزلقة وارتفعت سلسلة اسحب الخيط خلاص ودخل الخيط بالابرة التنظيف راح اجيب بنات استدهاي الحلقة شوفوا اللي غرزاتها ورا واقفة برا هاي من نانا الابرة مالتي شوفوا من برا دخلها ومنا بنات الغرزة اللي بصفها ادخلها من جو وهاي الغرزة من برا وهاي من جو بنات هاي من برا واخر غرزة ادخلها من جو بعد ما سويت هاي اي شي شوفوا الدائرة شلو مفتوحة هسا اسحب الخيط شوفوا بنات انسدت عندي الدائرة هسا بوسط الشغل ادخل الابرة ماتي واتطلعها من اي مكان من القدم شوفوا بنات سدية الدائرة كلها كلش هاي طريقة مرتبة وحلوة همينا بنات ادخل السنارة ماتي بمكان ثاني اطلع من القدم حتى تكون ثابتة اكثر خافي انفتح ثبتتها هاي مرة ثانية خلاص وهنا اسحبتها هواية افتحها راح اقص الخيط ومكان الخيط اخفيها جوه الشغل خلاصنا بنات احنا قدم هنا هسا راح نجي نشتغل شوفوا هاي مكانة جواري تمام بنات مو هاي مكانة جواري اللون الابيض اللي دخلنا عليها اللون الكريم افنا حلقة من برا شوفوا تذكرون احنا هنا افنا حلقة من برا اشتغلنا باللون الكريم من حلقة خلفية الحلقة الامامية بقت برا اهنا بنات ادخل السنارة بالحلقة وأجيب خيط الأبيض مو خيط الكريم خيط الكريم أو أخرها خلاص ما نحتاجها أجيب خيط الأبيض وأسحب الخيط بعدما أسحبتها بنات أرتفع سلسلة واحدة وأرجع لنفس المكان بنات أشتغل غرزة حشو حتى تكون الخيط ثابتة خلاص وأرتفع سلسلتين بنات تمام والغرزة اللي بصفها أشتغل غرزة حشو أرتفع من بعدها سلسلتين وغرزة اللي بصفها أشتغل غرزة حشو وهاي الخيط فتمر أقضى حتى أن أضفها تمام بنات من بعد الحشو همينا سلسلتين والغرزة اللي بصفها حشو يعني إحنا شنسوي نسوي هاي الفرفر نسميها نشتغلها حافة جواري همينا من بعد الحشو سلسلتين أسحب الخيط وكمل الحشو وسلسلتين وهمينا حشو سلسلتين سلسلتين والغرزة اللي بصفها بعدها حشو سلسلتين وهمينا حشو وسلسلتين وسلسلتين بنات واللي بعدها حشو يعني هي شيء إلى نهاية السطر حشو وسلسلتين تمام؟ حشو سلسلتين حتى تنطيني جمالية للجوار سلسلتين وهمينا حشو همينا سلسلتين وحشو سلسلتين حشو سلسلتين وهاي آخر حشو بنات تمام؟ همينا أشتغل سلسلتين أجي على أول حشو سويتها بنات همينا أدخل بها مرة ثانية حتى يكمل عندي واشتغل حشو تمام؟ وأجي على أي غرزة لأي حلقة منها أسحب الخيط وأسوي منزلقة وأرتفع سلسلتين خلاص هنا أقص الخيط بنات وأسحب الخيط بعدما أسحب بنات أجي بأبرة التنظيف وأجي أثبتها بقدم وأي مكان أطلع أسحب الخيط بنات أسحب الخيط بنات وأكيد من هاي بنات السوين اثنين أنتو انتظروني كملوا القدمين اثنيناتها والقدم اليوم واليسرة نفس الباترون بنات ما يختلف القدم اثنيناتها تشتغلوها وإن شاء الله انتظروني بجزء الثالث نكمل الجسم أنا أحبكم وهوايا لا تنسون لايك للفيديو واشتراك للقناة وأني أريد أشكر كل خواتي اللي دا أشوفهم ينزلون روابط القناة ماتي روابط شغلي أنا أريد أشكركم من كل قلبي على دعمهم لي وحبهم للشغلي أنا أريد أشكرهم على متابعتهم للقناة ماتي ودينزلون شغلي بالقروب أنا دائما أشوفهم أنا أريد أقول لهم ربي لا يحرمني منهم أحبهم وهوايا وأني أريد أشكر كل خواتي العربيات اللي يتابعوني من كل الدول العربية واللي يشجعوني يوم عن يوم أنا حتى أتطور من شغلي وأبذل كل جهدي حتى أرضيكم وحتى أن أزل لكم شي جديد وشي حلو وانتظروني بجزء الثالث أكمل الجسم إن شاء الله أحبكم وهوايا ولا تنسون هم تابعوني على إنستغرامي رابط إنستغرامي موجود بصندوق الوصف لجول الفيديو وباي باي تابعوني تابعوني